سلام عليكم. طبعا احنا نبرح شفنا وقفات احتجاجية كتيرة للشعب المصري. وطبعا نزلين لما قالوا الريس ان انا عندي مية وخمسة مليون هينزلوا. هيرفضوا فكرة تهجير الفلسطينيين لسينة. سينة مصرية. ولو فعلا الموضوع ده حصل هيبقى بداية الارهاب هيبقى الارهاب في سينة. والعملات العملات الارهابية هتطلع من سينة ليه ايه? اه لغزة واسرائيل وهتبقى طبعا مهددة السينة بانها تتضرب تاني من اسرائيل. ده الكلام ده كله غلط في غلط. الشعب بارح نزل. اه البارح بقى طلع علينا اتنين من المشاهير عندنا. اه طبعا بيجرامي كان طالع طلع وابكى في الفيديو بتاعه. راجل محترم ده ليه قضية ليه يعني ايه? اه من اول حاجة بيجرامي يعني اتكلم. من اول قضية ومن اول ما حصل يوم سبع اكتوبر وحصل الضرب والكلام ده. الراجل اتكلم. محمد رمضان وآآ محمد صلاح. انا ليه ده موضوع محمد صلاح ومحمد رمضان. اللي طلع امبارح اتكلمه. آآ محمد رمضان طلع اتكلم. آآ راجل كلامه يعني والله في دقيقة وديقة وشوية عجبني. بس محمد انا قبل ما نسمع الفيديو اقول لكم حاجة تعالوا نسمع الفيديو يعني تعالوا نسمع الفيديو ونشوف هو ايه ونحل كلامه بعد كده نخش على كلام ايه? آآ الكابتن محمد صلاح لديه موال تاني معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربنا صبر اهالي شهده. وآآ بيرزقهم الاستقرار والنصر القريب ان شاء الله. كم الرسالة اللي بتجيه ليه وان نازل حاجة وعايزين صوتنا يوصل يوصل لمين? يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا برا بلادنا? صوتنا يوصل لدينا. لدينا عندها جيوش وعندها اسلحة وبنشتري اسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها هنستخدمها امتى? اسلحتنا وجيشنا وجيوشنا? وصوتنا يوصل لمين برا? احنا عايزين مين برا يدافع عننا? ده قمة الجبن وقمة العدم الرجولة وقمة لما لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برا يعرفوا ان احنا بنتضرب وانت وانت فين انت فين بلدك وفين جيشك? صوتك يوصل لعقامتك? قول لعقامتك طلع السلح ورق حارب. انجلش ايه? مين هيدافع عن عربي زي وزيك? بنقول كلام عاقل. اه كلمة محمد رمضان اه في الاخر كده. اه طبعا هي كلمة مش مترتبة ومش ولا حد كاتبها له. هو طالع يرتجل. ارتجل الكلام. من طبعا لما قال له ايه? اتكلم. لان طبعا احنا شايفين ايه? فيه فنانين التزموا الصمتة وفنانين بخايفين. اه يتكلموا او او لعبة كرة. وفيه ناس لعبة كرة وفنانين ومش عارف ايه ومشاهير بدأوا يتكلموا وبدأوا يدفعوا عن قضية ولا او ده غلط مش مهم عندهم الدنيا. اه محمد رمضان طلع الكلام بعد كلمة اه محمد صلاح لا اتكلم. طبعا هو مش مجاهز الكلمة خالص نهائي. اه طيب اه كلام جميل وفن جيوشنا وفن اسطحاتنا اللي بتصدي? انت محمد رمضان انت بتبجيه رسالة المصر ولا البيت الجيوش العربية? ما انت عندك السعودية والامارات وقطر ومشاء الله والكويت والبحرين وعمان. ترسانات ترسانات حربية عندهم. يعني السعودية والامارات لو دخلوا بس يدونا الاسلحة بتاعتهم حيحرروا فلسطين. انت بتكلم عن مصر? انت عارف يعني ايه حرب? عارف زي يعني ايه مصر لو دخلت الحرب? احنا ما يا ابني احنا اقتصادنا ضعيف يا محمد. الدنيا تعبانا معنا يا محمد. مش محتاجين نخش حرب يا محمد. احنا عاملوا واحد السلام عشان نأمن نفسنا يا محمد. احنا بنجيبها سلم يا محمد. حبيبي. طيب. ده كان كلمة محمد رمضان اللي هي غير مرتبة. في في ناس في الكلام كده. بيبقى واحد انا بربت بكلامي. وحفظه. وعمله بورا وقلم. يعني مسك وراء وقلم كده وعمل كاتبه وعمل احفظ منه واقول اه احفظ الكلام بتاعي. اه 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 خلاص يا باشي. وفي واحد بيرتاجل زي حالات انا بحب الارتجار وزي محمد رمضان كده بحب ان انا اطلع يا زي دولتي مش طالع مجهز حاجة. طالع عمال ايه? الافكار كلها تيجي مرة واحدة. بحب الارتجار وبحب ان انا يكون ايه الكلام مني مني اللي ليكوا على طول القلب. محمد اه صلاح بقى اه بعد اللجوم اللي عليه طبعا احنا شوفنا اتبرع. وبعد ما اتبرع الراجل بمبلغ المبلغ اللي هو بيقوله بقى ما تعرف ما فيش مقدر. ايه قال لك مليون دولار وقال لك مليون ونص دولار وقال لك تاتة مليون دولار. ما نعرفش اتبرع بكام الله اعلم. اه بعد الريس مبارح وقال لا او سينا والكرام ده قالوا لازم تطلع تتكلم الناس كلها مش ايه هجوم مش محتب اتبرع مش عمل حاجة اطلع الكلام. بس طبعا هم مجهزين له كلمة يقولها يقولها يعني مجهزين له كلمة يقولها فالراجل جهز الكلمة وقالها اه وفي ناس كتبتها عشان ما تبقاش تخبيط ما يقولش كلمة تخبط لا او ما يزعلش حد منه او يزعل حد في في اوروبا او في انجلترا يزعل منه. الكلام كله مكتوب. وطبعا اه واحد يقول لي ايه? ده زكاية الصناعة. ده محمد صلاح مبربسش ده محمد صلاح اه الا الكلام تاحت كلها خمسين يعني تمر خمسين ثانية. ما كملتش ما كملتش دقيقة. محمد صلاحٍ ما بربسش وزي ما انت كده زيما كده ما تكلم كده مربش? محمد صلاح لا ده محمد صلاح اتضرب واحد كناس كتبها يعني مكتوبة ومتضرب عليها وحطله الستوديو ضلمة غير وشه بس يعني ان هو يعني حالة حزن وسواد في سواد والدنيا السودة عشان خاطر ايه احزن على شهداء فلسطين ومزبطله الكلمة اا 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 يعني ومتضرب عليها طيب اا متضرب عليها ازاي طب هو حافظها لا امش حافظها دلوقتي في التكنولوجيا وفي التطور في حاجة اسمها اوتيو ان انا بجيب الجهاز قدامي بيه زي بتاع النشرة كده. اه مش اطور ده حاجة من زمان يعني اه اه او موجود الوقت عن ان انتوا على اليوتيوبر واللي بيقدموا برنامج او بيقدموا حاجة بيكون كتب النص. فبيبقوا قدام وقال بيقرأ منها. فمحمد صلاح ايه? انا هقولها لكم الكلام بتاكلمة بتاعته مترجمة. الفيديو عندك اهو. هسيب لكم الفيديو. الفيديو موجود عند اهو. وهقول لكم الجملة اللي قالها الكلام اللي قاله محمد صلاح. اه وها مش هبردش على فكرة. وبش يعني هداني هبص اهو. اه ده بس الجهاز اهو معاي. الجهاز اهو. الكلمة اهي? الكلمة معاي اهي? ماشي? مش هبص الإضاءة. وهو هبص من الجهاز اهو اعتبر من ده الجهاز ده الاوتوكيو بتاعي. وهتكلم من. بص يا عم. معامد صلاح قال ايه? ليس من السهل ابدا. الاداء بتصريح في مثل هذه الاوقات العصيبة. شاهدنا في الايام السابقة عنف شديد. وحشية غشمة. تدمي القلوب لا يمكن تحمل وطيرة العنف في المتصاعد. منذ اسابيع. جميع الارواح مقدسة. ويجب توفير سبل الحماية لها. يجب ان تتوقف المجازر. فلا عائلات تتقطع. او اصرها. يجب السماح بتقديم الدعم الانساني لغزة فورا. يمر سكان غزة باوضاع مزرية. بالامس شاهدنا مشاهدة مروعة في المستشفى. يحتاج سكان غزة الى الغزاء والماء والدواء فورا. وناشط جميع قطرة العالم للتكاتف معنا. لمنع وقوع مزيد من المذابح البرياء والانسانية. يجب ان تسود. دي كانت ايه? جملة محمد صلاح. انا قلتها. ويمكن ما بربشتش لان ايه بقى زي ما يا الترجمة انا بقراها. زي ما هو قدامه الكلام بيقراه بالنص. مش عاوز يقول كلمة ولا يزود كلمة ولا حد ايه يعني عليه بكلام ولا حاجة. فده الفرق من جملته. طبعا ناس بتهجموا تقوله يا ريتك ما كنت تتكلمت. ايه اللي انت قلت? ما فلناش منك حاجة. وتسود مش تسود. وايه يا عم الكلام بتاعك? هو الفيديو بتاعه معد الميت مليون مشاهدة. ما شاء الله. يعني عده لحد الوقتي الميت مليون مشاهدة. اه محمد صلاح كلمته كانت مرتبة. ما تزعجش اطراف. انا شايف انه والله ما فهمت من ايه حاجة. واكسم بالله انا اكبقى لها لكم. وما فهمتش من ايه حاجة. محمد ربضان قال لك خشوا الحرب. اسمعنا اه 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 بتصدي. اه اقول لك يواشنا. ممش حادي اسمعنا برا. اه مش عاركة اه مش عاركة في خمارة يا برمضان. مش عاركة في خمارة ولا ولا تضرب الناس اه جعفر العمدة يا ابا. ده كل حاجة بالعقل. هتخش حرب. هتدمر شعبك. شعب شاء ياكل. بس دي الفرق بين كله بتا حمد ربضان. الارتجالية. اللي قالها كل حاجة من جواه. او يمكن حد برضو قال له ما ايه. ما تقول لمصر يا لتحارب. هم عايزين مصر تحارب. هم عايزين دخالوا مصر حارب اي طريقة. والكلمة بتاعة محمد صلاح المرتبة المنظمة اللي مكتوباله بالنص واللي قريها من الجهاز قدامه ولا بربش ولا حاجة وراجل بص سابت يعني نقول الكلمة وخلاص شكرا. اللي يقول الخمسين ثانية ومشاكلين اوه على كده. وانتهى الموضوع على كده. بس شكرا. ده كان الفرق بين كله ابن محمد رمضان وكله ابن محمد صلاح. اشوفكم الحلقة الجاية. تسبوع على خير.